أهلا بحضراتكم من جديد بقالنا كم سنة عندنا مصطلح بنسمعه وبقى موجود كده في سوق العمل المصطلح اسمه الفريلانسينج أو العامل الحر أو الفريلانسر اللي بيشتغل شغل حر المصطلح ده ظهر بقوة كبيرة في ظل التقدم التكنولوجي في العالم كله زي بقى تطور أنظمة وتقنيات البرمجة والدكاء الاصطناعي الشباب منقسمين في الموضوع ده إلى شقين في جزء منهم بيقول لأ أنا عايز وظيفة سابتة دعوة أنا عايز مرتب في آخر الشهر ما ليش علاقة بكل الكلام ده وفي ناس تانية حبا هي تخوض هذه التجربة أنه يشتغل شغل حر شباب كتير جدا في مصر وبرى مصر دلوقتي شغالين تحت مسمى الفريلانسر أي شركة من شركات البرمجة حتى شركات الأخرى محتاجة تعمل شغل فبتعمل ايه؟ بتروح للعامل الحر تقول له أنا عايزة منك شغل معين الميزة في هذا العالم أنه مش مرتبط بوقت معين زي ما دايما بنقول ما فيش مدير واقف في ناس كتيرا ما بتحبش تشتغل في إدارة فما فيش مدير واقف في قدمك يقول لك خلص لي دي دلوقتي حالا انت معاك وقتك وانت قاد في البيت يعني أشبه بالعمل من المنزل لكنه ليه أبعاد تانية طبعا فيه قصص كتيرة جدا وحكاية كتيرة هنتعرف عليها بالتفصيل دلوقتي من ضفنا اللي منورنا فيه دكتور محمد عطية استشاري إدارة الأعمال يا دكتور محمد صباح الخير عليك صباح الخير يا فاند يا أهلا بيك بزا حضرتك الحمد لله بخير والله يا حضرتك شايف انه ده أنسب للشباب ولا ان يكون فيه وظيفة ومستقر وعارف يروح امتى وبيجي امتى وعارك مرتبه في آخر الشهر هو نبتدي الأول ان المفروض كل واحد من الشباب يبقى عارف امكانياته وعارفه وعاوز ايه لان كل حاجة في الحياة فيه مميزات وفيها عيوب فنا النهاردة العمل الحر شباب كتير قوي نفسها تشتغل عمل حر من أهم مواصفات العمل الحر اللي أنا لازم يكون عندي مهارة وعندي حاجة مش موجودة عند الناس تاني يعني لازم أنا أنا مستخدم عايز أعمل لوجو عايز أعمل أنا شركة عايز أعمل لوجو مش هروح لأي حد هروح لحد يكون عنده مميزات وصفات مش موجودة عند حد تاني فالقصة هنا بتدور حوالين اللي أنا لازم يكون عندي ميزة تنفسية أنا كطالب أو كموظف أو عاوز أشتغل عمل حر فانا لازم أكون عندي حاجة أقدمها أكتر من الناس اللي جنبي فعلى هذا الأساس الناس اللي تشتغل في العمل الحر محتاج اللي هي النهاردة تنمي نفسها وتعرف هي ناقصها إيه وتكمله لأن العمل الحر كمان في ميزة جميلة جدا ميزة التنمية الذاتية اللي أنا النهاردة أنا موظف في الشرك وبشتغل في دوام من الساعة 8 للساعة 4 أنا بشتغل حسب سياسة الشرك بس أنا لما بشتغل لنفسي وبشتغل في العمل الحر أنا لازم بقى أكون عندي أعرف تسويق كويس أكون عندي مهارات إلكترونية كويسة أعرف العملة بتوعي مين فالموضوع مش إيه؟ مش موضوع مش سهل اللي أنا النهاردة حدوس على الزرار هروح أشتغل بكرة عمل حر فأنا لازم أقعد أفكر كويس أنا إمكانياتي إيه؟ علشان كده دايما أنا بنصح الشباب اللي عايز يشتغل عمل حر يروح يشتغل الأول في شرك يشتغل تحت إداره يتعلم أليات العمل عاملة إزاي والدنيا أخبرها إيه؟ وبعد كده وهو ماشي يكتشف هو إمكانياته إيه ويقدر ينتج في إيه؟ وبعد شوية يبتدي النهاردة يكبر شغله في العمل الحر لأن النهاردة هو هيتعامل مع زبايا فلازم يقدر يوصل لزباين جداد كل يوم على هذا الأساس وصوله للزباين لازم يعرف تسويق كويس لازم يعرف إدارة أعمال كويس لازم يعرف الزباين محتاجين إيه؟ لأن كل يوم فيه متغيرات الحياة كلها حراكة لسه بتتكلمه على الزكاء الاصطناعي الدنيا بتتغير كل يوم طلب السوق للأعمال مختلف يعني من عشر سنين ما كانش فيه احتياج للجزء بتاع التصميمات والفويس أوفر وفيه شغلان كتير قوي بتاع تظهر في الفترة اللي فاتت فعلى هذا الأساس أنا النهاردة ما قدرش أقولي العمل الحر هو الحاجة النموذجية ولا العمل في الشركة الحاجة النموذجية أنا كموظف أنا لازم أنا أختار أو كطالب أنا لازم أعرف كويس إمكانياتي إيه وأنتك في إيه وأنا شاطر في إيه طيب شازي كان بيقول فيه ناس ما بتحبش تشتغل تحت إدارة حد أو تبقى بتشتغل لها مدير ولها مواعيد سبتة أعتقد أن العمل الحر أنت مجبر تكون أكثر التزاماً وبتشتغل عدد ساعات أكبر مما لو كنت بتشتغل موظف لأن لو ما عندكش حاجة تقدمها ولو ما التزمت جداً وبالعكس قدمت ميزة تنفسية إنك بتقدم شغل أكثر دقة في وقت أقل وبتكلفة أقل ما هي دي بقى النقطة اللي الناس بتفتكرها أو الشباب الصغير بيفتكر إن العمل الحر ده حاجة ألطف وأجمل مع أن العمل الحر زي ما حالك قلت كده أنا ممكن لو بشتغل موظف هشتغل ثمان ساعة بس لأنه أنا بشتغل حمل حر ممكن أشتغل 12 و13 و14 و15 ساعة لأن أنا بشتغل لنفسي ما فيش حد آه من المميزات اللي ما فيش حد قاعد فوقية بيقول لي اعمل وما تعملش وانت جيت وانت مستقبلي التزامات اللي قادة فوقية بس هي بقى من عيوبها إن التوازن بين الحياة الشخصية والحياة العملية لو أنا ما عنديش إدارة وقت كويسة هضيها لأن أنا هاعد قضي وقت كله وبشتغل وما عنديش بقى وقت اللي أنا بروح فيه وباجي فيه فأنا ممكن النهاردة أعضضه بس حجني سمار اللي أنا بعمله ده قدام لأن يعني فيه نظرية اسمها نظرية الاحتمالات كل ما هخبط على بيبان أكتر احتمالية البيبان تفتح أكتر فأنا النهاردة كل ما هشتغل أكتر كل ما هتعلم طرق شغل جديدة كل ما هعرف صوفتوير جديدة كل ما هتعامل مع عملاء أكتر لأنه كمان العمل الحر أنا بشتغل كل حاجة يعني أنا بعرف العملاء بتوعي مين بعمل تعاقدات بلم فلوسي من بره من العملاء دول بقى أبني جسور من الثقة والمحبة مع العملاء بتوعي طيب دكتور ما فيه شك أن مجالات العمل اختلفت يعني زمان كانت حاجة ودلوقتي اعتقد أن هي اتغيرت بشكل كبير جدا وهنا عايز أتكلم عن نقطة مهمة جدا هل الشباب مستعد لدخول هذه المجالات ولا لا عايز أتكلم معاك بقى قبل ما ندخل في هذه القصة عن العمل الحر داخل الشركات بمعنى أنا دلوقتي في مجال الميديا والياكو في مجال الإعلام في بعض الأوقات مثلا لما يكون فيه أحداث كبيرة محتاجين عدد كبير مثلا من المصورين فتلاقيهم بيتعاقدوا مع مجموعة من المصورين بشكل الفريلانس كوي هل ده فيه ناس كتيرا بتفضل أن يتفضل فيه في فريلانس فيه ناس كتيرا جدا ما تحب بشي نهاية تبقى موجودة في شركة فده سؤال لحضرتك ده أنسب للشباب ولا ده خلينا نقول للشركات فيها نوعين فيها الشركات الصغيرة اللي هي النهاردة عايزة تعمل شغلانة الشغلانة دي تاخد يوم واحد في الأسبوع فأنا مش هقدر أدفع مرتب دواب كامل لموظف يجي يشتغل معاه الشهر كله عشان يشتغل أربع تيام مثلا في الشهر فأنا هتفعله تمن الشغلانة دي يجي يعملها أو يعملها من أي حتة ويسلمها لي وكل حاجة تمام دي أول شركة النوع الثاني من الشركات الشركات الكبرى زي ما حالك بتحكي عنها اللي أنا نهاردة عندي إمكانيات كبيرة وعندي فلوس بس أنا عاوز أحسن كفاءات فأنا النهاردة هجيب أحسن كفاءات وهتفعلهم أحسن فلوس تماما ممكن أعينهم لو عينتهم شركات كبرى اه ما أنا مش هقدر ألاقي كل الكفاءات اللي أنا عاوزها بس ممكن ألاقيهم في وقت معين لأن الرجل بتاع الفريلانسر بقى هو النهاردة زي ما بيشتغل معي وبيشتغل مع حضرتك وبيشتغل مع شركات كتير فهو مش عاوز يبقى مرتبط بشركة واحدة لأن هو مكسبه والدخل بتاعه لما يشتغل هو عنده مهارات كبيرة وشاطر فلما يشتغل مع أكتر من شركة فالدخل بتاعه وشفته يعني حساب الشفت بتاعه ما زي شفت بتاع الموظف طبعا طبعا لأن دي إمكانياته أعلى لأن النهاردة هو بيجي بأدواته وبيجي بمهاراته وبيجي خبراته فهو النهاردة بيقدم حاجات لو أنت جبت موظف شبه مش هيقدم الحاجات اللي هو بيقدم فعلى هذا الأساس إن العمل الحر هو في جزء من الاستقلال دي بس لازم يبقى في جزء أكبر من المهارة المهارة اللي أنا هقدمها لحضرتك وقدمها لشركتك هو ده اللي هتخليني تجيبني تاني لازم يكون مميز في حاجة طبعا وهي دي الحتة بقى الميزة التنفسية في محلات كتير قوي فتحة جنب بعض ليه محلة عنده زبان كتير قوي والناس بتجيله والتاني ما بيجيلهوش الميزة التنفسية اللي أنا يجيب ولد كويس يلبسه كويس يرد عن ناس كويس خطبة ما بعد البيع حاجات كتير قوي هي دي اللي أنا لازم أنيز نفسي عن ناس اللي حواليه لأن الناس اللي بتتخرج من الكليات عدد كبير الموظفين اللي موجودين في الشركات عدد كبير كم واحد مميز فيهم اللي هو بيدور على الميزة التنفسية طيب واحد من المشاكل اللي بتواجه الشباب اللي بيشتغلوا في الفريلانسينج أو نوم بيطلق عليهم الفريلانسر إنه الأغلب بالذات في بداية الشغل بيتعامل معاه بيوقع كلمة لانسر بياخد فري بس بيتخيل إنه هو ما انت قاعد في البيت يا عم عمل هاي بلاش ما جراش حاجة ولا عملها بفلوس قليلة بعد لما بيتقدم شوية وبيكتسب شوية خبرات بتدي تقاله بقى دي شغلانا مش هتاخد 3-4 ساعات ليه تاخد فيها الفلوس دي هتش بيبقى حاسب إن 3-4 ساعات دول نتاج 3-4 سنين تدريب و3-4 سنين كورسات و3-4 سنين شغلة على نفسي علشان أقدر أخلص الشغلانا في 3-4 ساعات هي دي بقى من أكبر الأخطاء اللي بيعملها الرجل اللي بيشتغل العمل الحر أو الفريلانسر في بداية حياته لو أول زباين بتاعه بيبقوا مين؟ بيبقوا أهله أصدقائه حبيبه صحابه في المنطقة اللي هو موجود فيها ففي الأول دايما بننصح الناس والشباب أنهم يعملش حاجة فري اعملها بقيمة قليلة اطلب من العميل بتاعك اللي أنا هعمل لك خصم 50% بس اعمل لي ريفيو كويس ولو أنا بشتغل على موقع وقول اللي أنا بعد ما تاخد الخدمة وتحس لها كويسة ما تهملنيش قول اللي أنت استعملت معي وكانت عاملاتي كويسة كانت المنتج بيعي كويسة كأنه عمل إعلان ممول أو كأنه عمل إعلان بس لازم ياخد قيمة عشان يحس حتى بالمرضود اللي هو بيعمله دي حاجة الحاجة التانية بعد فترة بقى بقيت أنا شاطر وبقيت عندي عضلات وبقيت قوي وبقيت جامد ووديني انتي كويسة فأنا النهاردة لما أبتدي بقى أخد يعني فلوس أو أخد مقابل فالناس تقول لك بقى إيه طب انت دي شغل أنا ممكن أعملها أنا طب انت بدل ما انت ممكن تعملها جبت ليه الفريلانسر الفريلانسر بزل بقى الكثير من الوقت والمجهود وعلم نفسه ونمى نفسه وجاب برامج وجاب ناس تتعلمه والفلوس كورسات وجاب أدوات أيوة وجاب أدوات وجاب حاجات كتيرة قوي فهو النهاردة اللي بيعملها في عشر دقيقة دي هو تعلمها ودفع فيها فلوس سنين صحيح لكن احنا شايفين خلال الفترة اللي فاتت انه زي ما قولين سوق العمل اختلف وإقبال الشباب على وظائف معينة بدأ يتغير فاحنا شايفين خلال الفترة اللي فاتت ان الشباب بقى مقبل على الدخول في عالم البرمجة والزكاء الاصطناعي من خلال الفريلانس أو الشغل الحر وزي ما كنا منتكلم مع حضراتكو ان الفريلانسر أصبح سوق مفتوح لكل الشباب المحترفة فنون وإدوات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات يا دكتور لو ما نيجي ناخد من كلام شازلي كده ونقول الشكل اللي دايما بتبقى الأمهات متخيلة تشوفه في أولادها يا ابني قوم البس ونزل شغلك يا ابني انت حتفضل قاعد طول النهار بتلعب على الكمبيوتر عينك حتبوز ده لسه وارد انه يتقال مع شغل الفريلانسنج أو شغل العمل الحر الاهالي أو الصورة الاجتماعية بقت مقبولة ان فيه شخص ما يبقاش بينزل شغله كل يوم انه شغله يبقى قاعد معاه فقطه في الكمبيوتر بالله لو هو عنده زباين والدنيا ماشية معاه وحس ان هو يعني فيه مردود من اللي هو بيعمله علشان كده احنا دايما بننصح قولك 600 دولار في الشغل نا عشان كده مانا بارود ده هو بقى عشان كده احنا بننصح الناس اللي بيشتغل الفريلانسر لو هو بيشتغل من البيت مايشتغلش في وسط البيت يبقى عنده زي مكان كده صغير قوضة منفاصلة عشان يفصل بين حياة الشخصية والحياة العملية عشان من مشاكل او من عيوب الفريلانسنج اللي انا النهاردة كله داخل في بعضه مش عارف اهتم بيتي ولا عارف اهتم بصورتي ولا عارف اهتم بنفسي فعشان كده اقدر افصل بين ده وبين ده عشان حياتي تفضل مستمرة والدنيا تبعي وعمل صعوبة للمحيطين بيا في انهم يعيشوا اسكتوا واتو صوتكوا انا بشتغل لا انا هعمل بقى هعمل مكان بقى على قد مقدر عشان جاملون نعمل بقى مكان اه اه هعمله على قد مقدر يبقى منعزل مش لازم انا كفريلانسر مش محتاج مكان كبير لانا محتاج مكتب صغير مكان يبقى في انترنت كويس فيه كونيكشن كويسة بعرف اتواصل وبعرف اشتغل بطريقتي كويسة بس هي التوازن ده هو ده اهم حاجة واعتقد ان دلوقتي بقى فيه تفاهم كويس جدا من الاسر ومن الاهالي ان دي بقت شغلنا بقت موجودة على ارض الواقع يعني في الفطرة اللي قبل كده كانت ده ده عاطل ده ما بيعملش حاجة ده قاعدت له النهار بيلعب لأ الدنيا دلوقتي اعتقد اللي هي تغيرت وكل التغيير الكبير ده بعد الجزء بتاع الكورونافيروس والناس قعدت في البيت الناس تتدت تفهم خروج الناس كمان اللي هي تروح الاعمال وده بيسحم الشوارع بيعمل ترافيكس زيادة بيعمل 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 مصاريف على الشخص عشان يبقى غطينا كل الجوانب احنا قلنا مميزات كتير قوي ما قلناش عيوب لعمل الحر من العيوب طبعا من العيوب الحاجات الخطيرة جدا الاستقرار والامن الوظيفي اللي انا النهاردة ما عنديش استقرار وظيفي ساعات بيبقى فيه شهور بتبقى فيها شغل كويس قوي شهور مش ما فيش شغل فيها جزء موسمي جزء اللي انا قلت لحضراتك اللي هو اللي انا علي ضغوط كبيرة اللي انا بعمل تسويق بعمل دعاية نفسي بلم فلوسي بشوف الزباين بتوعي بشوف رضاء العملاء بعمل اكتر من شغلنا في نفس الوقت ضغوط ساعات لو انا ما عنديش تنظيم وقت كويس ومش معارفة نظم حياتي حياتي هتبقى متلخبطة وورقها كله متلخبط الموضوع محتاج شوية تنظيم وفهم اللي انا بعمل ايه وعايز اوصل ايه اموري كلها هتبقى تمام ان شاء الله عظيم الموضوع كمان ليه ابعات كتيرة جدا يا دكتور كمان انك تركز ما ان ابنك هيكون في سن 16 سنة وقادر ان يكون عنده مصدر دخل دي نقطة مهمة ان يكون عنده 16 سنة وبيعمل حاجة مفيدة وحاجة نفعة ومش متاجه اتجاه خاطئ في هذا السن الحارج دي حاجة برضو غاية في الاهمية فاحنا واجب علينا دكتور محمد احنا نستغل حاجة زي دي وننمي في ولادنا حاجة زي دي نديهم كورس زي ما اسمعنا دلوقتي من محمد جويش نديهم كورس يتعلموا فيه البرمجة الزكاء الاصطناعي من خلال كورس وبعد كده زي ما قال شركات بتطلبهم بيدخلوا شهريا 600 دولار نشكر حضرتك طبعا دي أنا اللي بشكر شكرا جزيلا دكتور محمد عطية استشاري ادارة الاعمال ألف شكرا لحضرتك شكرا فنم